عايز بس أفكر أحباء المشاهدين وأقول لهم عن ليه أول وعد جي في الكتاب بعدم الخوف جيه لرجل عظيم أبو المؤمنين إبراهيم أولاً أتعلم من دي أنه إبراهيم إنسان تحت الألام مثلنا ليه كان احتمالي خاف لأنه كان فيه قبل الأصاحض على طول تكوين 14 كانت فيه حروب في المنطقة إبراهيم رجل الإيمان دخل في معركة ليخلص ابن أخيه لوت وانتصر وبعد كده عرضت عليه الغنائم رفضها رجل الإيمان عظيم طب ليه بعد كده الرب يقول له ما تخافش لأنه إحنا هش إحنا أواني خزافي بسرعة ممكن نخاف وعايز أقول لأحباء المشاهدين راقب أفكارك الخوف رغم إن تعريفه العلمي شعور لكن يزيده يبدأ ويزيده فكر سلبي الفكر بيعشش والفكر بيملى الزهن وزهننا لو ما عملنا لوش كنترول هيتملي بأفكار مخيفة تخلينا مشاعرنا مضطربة وجسمنا كله ده حتى الخوف هيأثر على الجسم الخوف لي مدار صحية رهيبة جدا يعني فده هيلخبط إيه العلاج بقى للفكر ده الحقيقة العلاج موعيد كلمة الله الرب يقول له أبرام أنا شايف يا أبرام إن فيه أفكار خوف بدخل على ذهنك لا تخف طب يا رب هتقول لي إيه أنا ترسل لك ما قالوش الرب مش هخليك تدخل في تجربة أو آلم لكن بيقول له حتى لو جيه الناس عليك أنا الترس بتاعك والوعدة ده النهاردة بنرسله عبر الأثير من كلمة الله لقى يا حد خايف أنا ترسل لك حتى أنا وأنت بتتكلم يعني بفكر في أيوب نعم اللي ذكر العبارة اللي خفته الذي خفته أتاني وجاء علي أيوة بالزرعة فالكلمة اللي بنتكلمها الكلمة إذا كانت سلبية فبتتبلور في أذهاننا وبتصير حصن في حياتنا اللي محتاج لعلاج ومحتاج ل 100% لعمل إلهي وقتنا ده الوقت اللي فيه بعض المزامير اللي تورينا أن وجود الرب معنا يعالج الخوف لازم تكون محفوظة على سبيل المثال مزمور 27 لداود الرب نوري وخلاصي نوري الدنيا عتمة قوي مش شايف حاج هو هينوور خلاصي لأنه الاتراب رهيب أنت تخلص رب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي يعني إيه ممن أرتعب يعني ده اللاجريله اسمه الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع وبتعز قوي من الآيات اللي بعدها في مزمور 27 يقول عندما اقترب إلهي الأشرار ليأكلوا لحم شايف حضرتك يعني الشرار مش بس في أيام ده أيام داود كان عايزين يأكلوا لحمه وحوش في وحوش في أيامنا وحوش أدمية طبعا بتأكل لحم يعني منشوفه على حتى الأخبار اليوم بالزبت وفي بشر في شرهم بقي وحوش بقي وحوش داود بيقول عندما اقترب إلهي الأشرار اللي أكلوا لحمه مضايقية وأعدائي عثر وسقطه إن نزل علي جيش يا داود جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن دا مزمور مهم بس شوف إزاي عمل لنا تجديد زهن يعني لما بنقعد قدام النيوز النتيجة إننا لو طول طبعا لازم نشوف النيوز بس أنا بنصح ما نطولش ليه الزهن دا هيتعبى بأخبار مرعبة إحنا عايزين نلقط الخبر ونجري عالكتاب نقول له يا رب اسعفنا اسعفنا بكلمتة مزمور تاني جميل مزمور واحد وتسعين يلقى الساكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت أقوله للرب ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليه فيه شرط في المزمور إن يكون الإنسان قبل دم المسيح قبل صليب المسيح فيتم فيه الآية إنه ساكن في ستره وكمان إنه في ظله بيبيت بيقوله المفسرين إنه غالبا هذا المزمور كتبوا موسى ليلة عبور المهلك الملاك المهلك في مصر الليلة الشهيرة اللي بعدها بني إسرائيل تركه مصر فقالوا إنه بالضبط الصورة هنا صورة كده إنه البيوت اللي سمعت كلام الرب وجابت الحمل ودبحته ورشت الدم على العتب العليا والقائمتين الرب قال أرى الدم وأعبر عنكم فده موسى كتب في المناسبة دي يقول كل اللي في ستر العلي بيبيتوا في ظل القدير ما نخافش وبعيني يقول له لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخاطر بخوافيه يظللك قدي الصورة دي أنا بتعزيني بخوافيه وبأجنحته في فرق بين الخوافي والأجنحة الرب يشبه بالنصر العظيم الخوافي الشعر الناعم تحت الإبط الأجنحة زياد الريش الطويل الضخمة اللي اتنين دو المهمين لنا الرب بيقول لنا بأجنحتي أبعد عنكم ضرر الأشرار وبخوافية أعطيكم الطمام يعني مش بس يقولي هبقعد عنك الأشرار وأنا أقعد مرعوب لا يعني يبدو أن النس بيجيب فراخه للدفء وبث الثقة في فراخه الصغيرة هذا الكلام يطمئن بس أنا الأهم اللي عايز أقوله لنجدد أزهر انتبه يا صديق المشاهد لزهنك ما تعبيش في زهنك على طول أخبار مزعجة هتلاقي نفسك لا عارف تنم بالليل ولا عارف تطمن زوجتك ولا أولادك ولا عارف لو رحت الكنيسة ترنم ترنيمة لكن ده الوقت اللي بيه نصلي نقول للرب اغمرنا بسلامك وفي نفس الوقت نحفظ مواعيده ونردده